السلام عليكم ورحمة الله لانتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وعواشر مبروكة اليوم جيت بشيشارك معكم سلو أو سليلو بالنسبة للموالين مرض السكر يعني اللي كيعانيهم مرض السكر وكذلك بالنسبة الناس اللي عندهم الغازات كان أعرفوا بأن أغلبية الناس في هذا رمضان كيوليوا عندهم اللي غاز في الأمعاء ديالهم وكيف دعوا يعانيهم من الجهاز الهضمي هذا راه يزوين بزف خصوصاً مالين مرض السكر مالين مرض السكر ما يكونش عندهم الميطاب وليزم مقاد ما يكونش عندهم الهضم مقاد وكيعانيهم من اللي غاز بزف خصوصاً في هذا الشهر رمضان هذه لا بالنسبة الناس اللي كيصوموا ولا بالنسبة الناس اللي ما كيصوموش لا بالنسبة الناس اللي مرض السكر ولا بالنسبة الناس ما عدوش مرض السكر هاد سليلو راهزوين بزاف وبالنسبة الناس اللي كي يكون عندهم مرض سكر يحاولوا انهم يستشروا مع الطباب ديالهم باش يعرفوا اش غادي يصوموا ولا ما يصوموش ولا بعض الامراض الاخرى المكونات اغدي نوريكم مكونات والطريقة في نفس الوقت هنا اخديت كيلو ديال اللوز اللي مسحته بواحد الطرشونا اللي كتكون ايميت شوية فازقاشي شوية مسحته مزيان ودرتو هكذا في الطابو ودخلتو الفران حتى تحمر مزيان ما كتشوفوا اللون دياله راه تغير وحطيتو كي يبرد ودزت هنا اراني درت حتى الزجلين درت له نفس الطريقة غير ما بغيش نبيه لكم بش ما يجيش طويل ودرت هنا درت حبة حلاوه هي اللي وله حتى هي حمرتها في المقلات ودب النافع حمرته في المقلات وهذه الزرعة ديال دوار الشمس راهزوينة بزاف فانا خديت هنا رابعة وغادي تهي مسحتها ونقيتها وغادي هكذا نحمصها في المقلات نحاول باش نحمصها مزيان لانا كتبقى شد الرطوبة ويلا بقى نسليل وشي شوية غادي يخسر كذلك بالنسبة للزرعة ديالقرعة اخديت ميتين وخمسين قرام رابعة نفس الشي مسحتها وغادي نديرها بحال هكذا في المقلات ونديها ونجيبها حتى تحمص تحيد منها ديك الروع طوبة هاد الزرعة دوار الشمس وزرعة ديالقرعة رزوينين بزاف الزرعة ديالدوار الشمس أمليئة بالأوميغا طروة بالفيتامين دي مزيانة بزاف بالنسبة اللي هنا أنا أخديت واحد شوية هكذا وفزقته حتى رطاب نقيته وقدرته غير في الهيرفراير باش منديرش فيه الزيت يعني هذا كغير للتزيين هنا هده هما المقونات اللي عندي كاملين هو اللوز من بعد ما حمرته كذلك الزجلان عندي هنا كيلو ورابعة كيلو ميتين خمسين كرام هنا عندي لنا في حبة حلاوة ولو بكمية كثيرة أغدر منه غير شوية والأخوة كان ستعملوا هنا رابعة ديال الزرعة ديال اليقطين وهدي ديالدوار الشمس وهذا اللي تزيين هنا أخديت واحد رابعة وزلافة ديال نخالة اللي تهي أحمرتها وتماك عندي زلافة ديال الزبدة الحيوانية وهذا شوية اللي وريتكم ديال اللوز راهو اللي درت في الهيرفراير باش حمرته بلا ما نزيد فيه بزاف ديال دهنتو شوية بالزيت ودرته في الهيرفراير غير هدك غير التزيين وحتى باش في الآخر كندير حبيباتها نفس ليله شفتوا أنا استعملت هاد الآلة اللي راها دائماً كنقول لكم لحد الساعة ده برا عند هاتل سنين وهي لحد الساعة راها مزيانة يعني كنديرها كتطحنوا كتخليها الواحد مدة طويلة هنا بديت كنتطحن في اللوز جوج طحنات ولبعض الطحنات غنديرهم هكذا اللي غدين طحنوا مزيان حتى يطلق الزيت ديال شفتوها راها كتطحن مزيان حتى يطلق بالنسبة اللي بغيت ديري شباكية ولا شي حاجة وطحنتي فيها راها مغادات لا تغرب لي لأوالو راكي يقول لي غير أنا ما بغيش نطحنوا كله بحال هكذا وما بغيتوش تلق اللي أنا كيبدأ كي تلصق هادا كسليلوف شي تبديت تاكل فيه كيبدأ تلصق لك في اللا ديالك ما بغيش نطحن مكونات كاملين هكذا هنا طحنت شوية شفتو كيفاش ديال ديال بره طالق الزيت ديالو راها مدالك راها مطحنتوش كاملو را غير را معجماتو مطحنتوش كاملو حتى تطلق الزيت ديالو شوية متحوم بزيان شوية لا كذلك طحنت زجلين راها غير ما صورتوش وهنا خديت هاد الماكينة الصغيرة خديت فيها واحد العشرة لحوبيبات ديال مسكة حرة وغدي نزيد فيها السيبيا السكر السيبيا شوية مملوقة وغدي نتحنهم ما تحنت غير في هاد في هاد تحان الخرة لان خرة لاصق فيها ديال الشي لاصق فيها الزيت ديال 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 اللي تحنت وهنا غدي نخود واحد القوزة هي كتشوفوا راها كبيرة وغدي نحكها غدي ندير انا هاد القوزة كاملة صافي انا طحنت اللوز والزجلين وهنا طحنت زر عدي دوار الشمس هذه النخالة طحنت هاتها هي واذا الزرعة ديال القرعة النافع وحبة حلاوة والمسكة حرة في السيبيا والقوزة لحد الساعة هادو مال مقونات اللي غدي ندير ما غدي نديرش القرفة وغدي نقول لكم عناش ما غنندير فا ندير انا انتو ما لما كانش عندكم هاد المشكي اللي غنقول لكم ديروا القرفة راكي راها مليئة بالالياف يعني داك شوية ديال السكار اللي فيها داك شوية ديال الكربوهيدرات اللي فيها كيلغيهم الالياف الالياف كيلغيهم هنا خليت هاد الكيمياد الزجلان اللي راها محمر منقي كيف ملاخور مغسول ومحمر ومحمص وضفته بحال هكذا رغم أن نيرا الزجلان تهوة ما طحنتوش كلو حتى ولا بحال زيت النص طحنتو مزيان ونص خليتو اللي بنا ترى هائلة مجهز وطحنو كل شي كيقول لك طحني كل شي وما تدري شي مادة ديال لازيت مادة غير الزيت ديال ورا يجي كيتلصق ما تقدر اشتاكل ولو يكو تدك لوقود يالو زوين ما كيبقاش في صافي انا درت واحد القصرية كبيرة هكذا باش ننخلط فيها مزيان لان هاد سليل المكونات ديال مخصوم يدعكو مزيان 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 حتى يدخلو في بعض ايات هاد يدعكو كتر من هاد دعيك اللي غين دعيك انا علاش لان خص مكونات كاملين انا راني غين نقطع وغادي نعود ندعك هاد كشو ون رجع معك موريش كن بان القرفة راها عندي ولكن انا مغندير هاش لان انا كيدروني الكلاوي يعني كيدروني بالساف و اللي كيعاني من الكلاوي اي مالادي ديال الكلاوي اي معاناة سوى الحجار سوى ان هم كاسفوش لهم زيان سوى عندو فيهم البرودة ما يستعمل القرفة نهائيا هاد نصيحة ديروا بها وقولوا هالجميع الناس اللي كتعرفون كيعاني من الكلاوي القرفة كتزيد كتتحط من الكلاوي انا اضفت ازلافة ديال ازلافة ديال الزبدة دايبة زبدة حيوانية ضروري ما تكون حيوانية ما تديروش المارغارين و خلط هاد نضيف هنا السيفيا ضيف ديال ملاعق لان هما اللي بقوا عندي ولكن ازلافة نزيد ها و نشريها ونضيف ثلاثة ديال ملاعق هرين يكون عامرين لان الكيميار كتيرة و هاد نعود نخلط هم القرفة بالنسبة الموالية الكلاوي ما يديروهاش نهائيا البودور ديال يقطير رهم مزيان بالنسبة الناس اللي عندهم الغازات واللي عندهم اللي يقاز ويضرهم الأمعاء راها مزيانة لهم مزيانة لهم سواء كانوا يعانيهم من صقري ولا ما يعانيوش منه كذلك بالنسبة للقوزة يشوفوا بعض منات يقولوا أنني كطرتها هي مزيانة للجهاز الهضمي أنا إنفو تكون عندي اكترار كانت حنا وكانت مما يقديم معهم إلا دول أولو استعملوا هالناس وجاب عليها الله الشيفاء أنا أنا وبنتي هنا يا راه زع ما كان قاد وكان بينه في الحنان زع ما راح ناقش للحنة قولوا لنا بالصحة المهم كان ضحك معاكم هذا هو سليل ديالي اللي راه زوين رائع وصحي وتحنا منحر مش روسنا ويديروه اللي كاي صوموا اللي ما كاي صومو شرعتها اللي ما كاي صوموش كاي بغيو سليلو خصوصا بالنسبة الناس اللي كيكونوا كين المرضى في الضار وكيديرو سليلو غير للناس اللي صحاح يعني حتى لو ولو يكون كبير أراني أنا مجربة برفوك انتش ها وشي حواج ديال الناس اللي راه هم صحاح ولا اللي لك صقار ها ديولا ديولا حتى انت تقمعي نفسك إذن أنا فرأي أن حتى ذاك الانسان ولا ويكون غير واحد يدار واحد الكمية قليلة بحال هكذا وحتى هو ما يتحرم من شهيوات ديال رمضان يدار هكذا يدار ذيك خيب يدار فلون يدار عاصر وإن شاء الله هرا وانتمنى انهم يعجبوكم ورمضان مبارك والله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة وهذا شيء غير نقول لكم أنا عود تدرت على هات الشكل هكذا الحق اشترك والآخر ما عجبني شراء غير هو وعود تدرت هكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته